السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية اللهم صلي وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الله يسعدكم يا غوالي شكرا لكم من كل قلبي طيب من طول في المقدمة الآن هذا الفيديو بنقسم 3 أكسام أول قسم المعدات ثاني قسم المعلومات ثلاث قسم المهارة من طول في المقدمة أجين أتمنى لو عجبك الفيديو لا تنسى من اللايك الله يسعدكم ودعونا ننطلق التحكم طبعا يا شباب زي ما احنا عارفين انه الشركة حضرت أي واحد بيستخدم الكنترولر على الموبايل ليش؟ لانه بيعطي افضلية على غيره فلذلك احنا بطريقة شرعية بنقدر نعمل زي ما انت شايف قدامك من معدات منزلية بتقدر تعمل هذه المفاتيح وبسهل عليك اللعب طبعا هذا الامر بيعطيك افضلية على غيرك بصورة مش طبيعية الصوت الصوت اشي اساسي في اللعبة طبعا في عنا انظمة للصوت في عندك نظام الخمس فاصل واحد هو افضل نظام للعبة انت هتستغرب من كلامي الان لو انت بتلعب على سماعة روح جيب سماعتك وش بك السماعة وتعال شوف معي هذا الاختبار موسيقى 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 طيب يا غوالي لو انت سمعت هذا الاختبار مثل ومثل اي صوت فاعرف انه عندك السماعة ما بتدعم فبالتالي انت ما هتقدر تسمع اليمينك بشكل صحيح وما هتقدر تحدد المكان مثلا لو كان في اي طابق فهذا الشيء هيأثر على مستواك بالوصف تحت بحطلك اكتر من اسم سماعة ممكن يفدوك موسيقى ونبدأ بالمباني المباني التنقل بينهم الشيء اساسي عشان تكون اسطورة لازم تكون تعرف كيف تتنقل من مبنى لببنى من دون ما تدخل اي باب وغضب ممكنك انك تكون انسان قوي وتتخفى بسرعة وتسيطر على العدوك طبعا زي ما تشايف قدامك انا سمعته في المبنى وهين نروحت له وقتلته بكل سهولة لاني انا سامع وعرفه هو وين لان السماعة بتساعد زي ما قلنا قبل بالنسبة لللي جاي من بعيدة بالسيارة بالتأكيد كمان سمعته انه جاي من بعيد فهذا الشيء يحتسب لصالحك ويخليك اسطورة اضف الى ذلك يا حلو اي واحد ممكن يسوي هذه الحركة هتتوقعه لانها مرت عليك وانت عارف زي ما صار مع زميلنا اللي قدامك طبعا وعنا هنا اشي تاني انا طلعت على سطح هذا الدار وطبعا هم عارفون انه انا في العمارة هادي لكن محدش عارفون انا بالضبط فزي ما انت شايف قدامك هاي مخلوق مسرمج سلعناه هدشوت بالبستول وهي واحد في العمارة اللي قدامي اجا واحد جنبي الان وما توقع اني انا جنبه هو عارف ان انا في المكان بس مش عارف ان انا وين هو مش متوقع اني هان بوك الرصاص ولا عارف مين بيجي الطخ يجري ما يدري يا صبحي وهي الفدع وزي ما انت شايفين يا شباب قدامكو عمتلكو اختبار لاكتر من دار عشان تعرفوا كيف تطلعوا فوق الدور وهذه الطرق اللي قدامكو اللي انت شايفينها الان تنفع على الدور اللي هتشوفها بالفيديو وعلى اكتر من دار فياسنا وفي المناتغ الثانية مش بس بوتشينكي زي ما تشايف تطلع البرندة اهم شيء تكون في نص الباب لما تفتحه عشان تقدر تطلع فوق زي ما تشايف هذا اشي هي ميزك وخليك تنتجي من بين كل دار ودار وفوق كل هذا ما حدش نهائي يتوقع انك انت فوق لانه اول ما تضرب عينه هتضرب عينه على الشباك او الباب اللي على البلكونة فبالتالي انت اخت لنفسك موقف وطريقة ومكان جميل ما احد يتوقعه نهائي 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 فانت لو تجربها هتشوف قديش هتجيب كلات من ورا الكلام هذا الخوذ والدروع بالنسبة للخوذ والدروع زي ما تشايفين معانا طاقية مدمجة زي ما تشايف نعتبرها للتلت مثلا او النص طاقية هدا نوكل فيها طلقة من كار طبعا الكل لما يشوف طاقية لفل ثلاثة مدمجة ما بيخدها الاغلب مش الكل زي ما تشايف طلقة بالكار بينما طاقية لفل اتنين ما فيها ولا اي مشكلة الطاقية مش مدمجة واكلته واية فشايف اللعبنا فهذا لازم نحطه في الحسبان بالنسبة للدروع امامنا درع لفل واحد زي ما تشايف قدامك دمجه متين اكل طلقة راح للنص واكلت طلقة الثانية مات اللاعب طيب ليش هم نتكلم هذا كلام نتكلم هذا كلام لانه فيه ناس بترمي درع لفل ثلاثة بتدمج بتقول لك درع لفل اتنين افضل منه وهذا كلام خطأ جدا يا شباب زي ما تشوف قدامك عملي الآن درع لفل اتنين اكل طلقة واكل كمان واحدة ودمه اتدمج صار عشرين فيه يا شباب انتهى درع زي ما تشايف قدامك انتهى اللاعب من ثلاثة طلقات بالكار لكن تطلع درع لفل ثلاثة مدمج للنص بيأكل طلقة بالكار زي ما تشوف قدامك زي ما تشوف درع لفل ثلاثة قدامك اكل طلقة بالكار واكل الثانية ولكن طلع قديش فيه داية الاتش بي في اللاعب الهيلت دمه تقريبا التلت او الربع زي ما تشايف قدامك الان بتضلوا اخر طلقة وموت اللاعب فاصبح انه درع لفل ثلاثة مدمج افضل من درع لفل ثلاثة مش مدمج ولا فيه اي طلقة وعندنا الشيء اساسي انه مش شرط تتايم وانت بطخ على احد زي ما تشايف قدامك بطخ بدون محط السلاحة العيلي لانه بتشوف مساحة اكبر واوسع وبالتالي بتقدر انك تكون اضاق في التصوير بتبقى تشايف كل اللي حواليه وبعدين بكون تركيزك عالي اكتر على العدو وانا زي ما تشايف انا في السيارة المفترض لو اي انسان طبيعي لازم يؤيم لكن هذا غلط وطخ عليهم وانا منزلتش من السيارة كنت قدت نيب وانا جوا السيارة ما تحركتش وعقيم عليهم كم مصطرة وانيجي لشيء اساسي اغلبية اللاعبين بفتقدو الردد فعل لازم تكون سريعة ولازم انت تكون لماح زي ما تشايف كنت امشي شفت واحد فوق خلعتو مع اني انا مشفته انا مستغرب لما عدت اللقطة كيف انا شفته وانا السماعة اسمعتها ضفوق ما حضرتوش الفرصة يتنفس لازم تقص وقص رمي تقوم لو قدام انا ما بحرف ان واحد فوق رخ عليه واحد فوق بسرعة عفمت انه اجري تطلق من فوق ردد فعلك سريع استجيب للموقف بسرعة ما تنامش اجري تطلق من فوق روح روش فوق زي ما تشايف قدامك هنا رمي سموك رمي سموك عليه شايف رمي سموك في الدخل مجرس اجيبه يعني اتفرج في السموك انا مثلا لا اروح اخزق السموك واشيري اللي جوه السموك كله لا اسم كوت شارس الشراسة لازم تكون في دمك يا حبيبي طلع كيف قدام دول دوقته طبعا اكتلت صاحبهم اللي كان فوق في اللقطة الاولى هينزل بزحاف تحت لمحت واحد فوق خليش حدي تنفس خليش حدي تنفس بمرة اقدع انفاسهم كلهم زي ما تشايف بختل على الباب عشان اوتر صاحبهم معارف انه مش هكدر اجيب اللي فوق بختل تحت ع الباب كتلت الانجرد وتوتروا كلهم طلعوا عشابيك شيف صدر راسه شيلت راسه ما تخليش عدوك يعني كيف دولك شوفوا شيله ما تتفرجش فيه وتقول اه والله هذا هو ولا لا تلاحظوا من الخوف اللابد مسك الزاوية مش عارفوا نروح بحسني يعني انت لما تجي تجيب عليه بحس بعشرة عجمين عليه مش واحد من كتر السرعة وردة الفعل البيك والبيك زي ما تشايف قدامك هاد الشاشة بتخليك تقدر تحني جسمك اللي اسمها بيك بالانجليزي زي ما تشايف قدامك دمي كتير قليل وما اخذ على القبالي على الشباك زاوية كتير صغيرة دمه مليان لكن انا كتلته لاني ما اخذ عليه زاوية صغيرة عقد الطلق مش كل جسمي مبين بالنسبة للقطة هاد اللي قدامك الان اللي قبالي ما اخذ عليه بيكسل فت زي ما تشايف كتلته لان الحركات ادي عرفها ومرت علي واللي بالشباك هذا قدامنا فوق جبته من الشباك اللي عندي من طرفه هاد الاشي بخليك تتميز عن اي لعب غيره شبتك نرجع لالفاست بيك زا ما تشايف قدامك نزلت اول واحد نوك والتاني تشايف مين بيكت علي من الامين بعد انطخط علي من الشمال الان هو لا هو عارف نامين ولا هو عارف نشمال بيكت علي من الامين مع ضرب نار ونزل نوك امر بسيط جدا يا شباب زا ما تشايف قدامك في ماب سان هوك شوفت الاثنين كانوا وراي بخط على واحد منهم دمجته الان انا حاولت ابيك على واحد من الامين سمعوا صوتهم على الامين الان رجعت له من الشمال وزا ما تشايف قدامك ما بيتطلع نهائي علي ليش لانا بعمل عليه بيك سريع مرة يمين مرة شمال هذا الميزة بتخليك تتميز عن باقي اللاعب يا شباب هادي مهارات بسيطة جدا لكن مش الكل بعرفها ومش الكل بيطبقها الان طلع مش عارف نلاقي يمين ولا شمال يعني كل جسم مكشوف شايف يعني هو متوتر جدا مني لان انا اللي بهجم عليه وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم زي ما تشايف قدامك كمان الان انا ببيك عليه طخت وطلق ورجعت عدالة حالي وعملت عليه بيك سريع ليش يا شباب لو ضرتك ببيك عليه عشاقة اليمين وضرتك عامل بيك زي ما تشايف يمين وما عدلت راسك بتكره الطلق لكن الطلق وعدل حالك بسرعة ليش عشان الطلق اللي جاي عليك ما يجيب جسمك زي ما تشايف قدامك ركز بصوت طلق هذا لو معدلت حالي لأ جفراس طلق القوم الفلك شوت الفلك شوت ميزة بيتميزك عن باقي اللعبة في ضرب النار زي ما تشايف قدامك هي معناها انك تطخ على واحد وبسرعة تهود على الثاني ما توقف الرصاص ولا تفاهم وتعرف عمين بطخ الآن هذه الميزة بيتمكنك تكون غير عن الكل بتخليك تجرد لو كانوا ثلاثة قدامك تشيلهم فرجي حبيبي في اللقطة هذي اللي قدام طلع هاي الأول ليزر هود على الثاني ما تضلق واقف هذا الأمر بسيط جدا يا شباب لو انت تعلمت وعملته سهل جدا تقتل ثلاثة جنب بعض فزي ما تشايف كمان في قدامنا واحدا عند الصور اول ما لمحته طلع حططت ايم على كل فتحت لانا توقعتوا يمشي لقدام بس ما ماشى لكن خمنت ودمشته زي ما نشوف احنا الان قدامنا بالعرض البطيء طخت عليه توقعتوا يمشي لقدام انا توقعتوا شراد مشي حططت الايم لقدام من السرعة هذي سرعة فلكات لازم تتروح يمين شمال بسرعة طلع باعتبار اثنين ماسك الزاوية مثلا واحد ماسك يمين واحد ماسك شمال شوفت كيف صح انا اتدمجت لكن مسكت كل الفتحات اللي ممكن هو يخرج منهن وهي لقطة تارعة السريع حصطت هذي يعني وان ما بدي يكون بدي يكون في مرمى مرمى ونروح للشي الاخير واهم شي ان تكون اعصابك هادية وتعرف كيف تلعب اعصاب غيرك اترقصهم ترقص يا حبيبي مثلا زي ما تشايف قدامك هذا لمحته هو شافني ضربت عليه بسو اللعيب طلع كيف خبط طلقة ولمدت زي ما حكينا في الفاست بيك طيب الآن خلص ما تدوش تحرك ما تضل ورا الشجرة قلت انا ما تدوش يجيني انا بروح له فلازم انت تفكر برزانة يعني عراحتك اللعب عراحتك كلها لعبة ما بتسوى في الاخر بس لازم تكون ذكي وتلعب عدوك لعب زي ما تشايف اندرم عليه قنبلة انا توقعت انا يعني بدون اي يعني بدون اي فلسفة او اي اشي توقعت انه هيفكر اني مكان مرمة القنبلة الآن زي ما تشايفين شيفت واحد على الشمال وشيف وشايف هذا قدامي صفت هذا وشفت الشمال صاحبه نتفته دكترقص عدو وكذيك ترقيص دلح وتدليع مثل طلح حانم كتر لستبال اشي بقول له خلو ماي فرند اي صحابي قدامي وشلتم مش انا بطل او انا رامبو لا لازم عصابك تكون رائقة تلعب بالمزاج عالي ليش ببين مستواك لما تتوتر وتقعد تزعق وتسوي مشاكل مستواك بضيع لو كنت العب واحد تتوتر ونفسك تطلع من اللعبة بتصير فاشل في اللعب مع انك انت عارف حالك انك قوي لكن اهم شيء اعصابك تكون رائقة وزي ما تشايف استهبل عليك بالك العب بشويش تلحهم دغضغهم افرمهم اعمل حاجة حلوة زي هيك بالنسبة للي قدام هذول اتطلع عارفهم انا جوا شلاخت واحد هذا توتر تختار يطلع كتن اي كلام عشانه يتوتر وماذا مثلا لازم ادلع العدو زيك تعرف كنت افرم وشيء ثاني مكتر ما هداوت العصاب هنا يعني موجود هداوت العصاب قاعد بلاوت اللاعب طخته بلاوت لو كان واحد ثاني كان استنى عبد ما يمسك وكان قال لك اللاعب علق او اشي لا العبها رحتك اعرف ايش بتسوي لما تشوف العدو قبالك افرم ابو فرم وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة